وبالعكس المجلس ده مجلس الناس كلها مجلس مصر مجلس شعب مصر وليس قاسرا على سيد الشريف ولا غير سيد الشريف يأتي أجيال وتأتي تعمر وتبني في الإصلاح التشريعي وبعدين حتى في التعديلات الدستورية من حق ده دستور أنا عادل بتهمي تعديلات الدستورية بالراحة كده تهمني على قد كده إيه الحكمة وإيه أهم الحاجات وهنسفيد منها إزاي يعني ما حد مواطن يقول لك أنتو بتعملوا تعديلات الدستورية عشان خاطر مثلا الريس تمده فترته ده واحد بيسأل إحنا بنقول لا ده ده عملية إصلاح تشريعي إصلاح دستوري كانت حتمية وواجبة هكذا فهمنا أنت فهمنا يعني أنا أتكلم ببساطة في بناء الدول وعادة بناء الدول لنا أمثلة في الدول إحنا على فكرة ما بنتكلمش من فراغ أنا أتكلم بناء على دراسات أنا أعمل دراسات مقارنة قبل تقديم طلب تعديل الدستور وعندما أبدأ بعض السادة النواب الرغبة في أنهم يتقدموا بتعديلات دستورية على سبيل المثال أنا لنفسي شخصيا رغم يعني وجودي كفترة طويلة داخل أروقة هذا البرلمان وحافظ الدستير والقوانين ومشروعات القوانين ولكن اسمح لي أن أنا أعملت دراسات مقارنة بالدول التي حدث فيها تعديلات دستورية في فترة الزمنية وأنا مش هقول لك لا ده فرنسا وأمريكا لا لا آبدا هناك دول كثيرة جدا زي ماليزيا وزي اندونيسيا وزي الهند ثم ندخل على أوروبا فرنسا وألمانيا ثم إلى أمريكا كل هذه وتركيا أنت اللي تقبله لك حرم عليك يعني اللي عايزه أنت شايفه أنه حقق لك الغرض في الإصلاح والتنمية عندك عايز تشوه الدنيا وتقول لمصر وان تعديلات ترجمة نانسي قنقر